اعرب سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن عظيم شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة حضور جلالته بطولة العالم للرجل الحديدي التي اقيمت في مدينة نيسة الفرنسية وتتويج جلالته فريق البحري للتحمل في انجاز تاريخي بتحقيقهم المركزين الاول والثاني في البطولة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان حضور جلالة الملك المفدى تأكيد على دعم واهتمام جلالته بالقطاعين الشبابي والرياضي وهو ما سهم بحصول الفريق على المركزين الاول والثاني في البطولة العالمية مشيرا سموي لان حضور جلالته رفع من روح الاصرار والعزيم لدى اعضاء الفريق واللاعبين البحرينيين في البطولة منويها سموي لان هذه الانجازات تأتي في ظل الرعاية التي تحطى بها الرياضة البحرينية من جلالته حفظه الله ورعاه كما اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنتائج الطيبة التي حققها المتسابقون البحرينيون في البطولة وحصولهم على مراكز متقدمة تؤكد المكانة العالية التي تمتاز بها مملكة البحرين في بطولات الرجل الحديدي وتمن يسمو لهم كل التوفيق والنجاح الجديد ذكره ان فريق البحرين للتحمل 13 قد حصل على المركزين الاول والثاني في بطولة العالم للرجل الحديدي التي اقيمت في نيس الفرنسية حيث استطاعت متسابقة الفريق دانيلا رايف تحقيق الانجاز الذهبي واستطاعت زميلتها هولي لورنس وزميلها الاستر براونلي بتحقيق فضية سباق النساء والرجال على التوالي كما شهدت البطولة مشاركة بحرينية واسعة وحققوا مراكز متقدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر